بالمناسبة اليوم أو أمس خرجت أخبار ومعلومات أنهم لقاوا باخيرتين على ذكر هذا الموضوع لقاوا زوج لحظة مكرمين معايا الصور هنا مثل هذا مثل هذا تقريبا مثل هذا البابور مثل هذا الفلوكا زورق بعبارة دقيقة اثنين واحد من جهة وحران على ما ذكر واحد من جهة مستغانم وسعر هذا سعر هذا الزورق وهو زورق سريع ومن 250 حصان 250 شفو سرعا تعوي أخونا محمد عبد الله عمل بحث سريع ها هو الزورق اللي لقاوا أخونا محمد عبد الله عمل بحث سريع وبعثوا لي قال لي أن الصحافة الإسبانية تقول أن سعر هؤلاء هذه الزورق هو 300 ألف أورو أي أنه سعره بالدرار الجزائري بالسوق أكثر من 6 ملايير سنتيم طبعا 6 ملايير سنتيم المرجح حتى لاقوا المؤكد هو أنه جاي بالغبرة هذا الزورق وهنا نعودو نرجعو إلى ما حدث قبل ثلاث سنوات بالضبط في ماي 2018 عندما تفجرت قضية 700 كيلو جرام كوكاين وشكرا يومها الإسبان لأنهم هم اللي خبروا العصاب يومها استولى قايد صالح على القضية لأنه كان يريد أن يصفي حساباته مع بعض الجنرالات وفعلا فعل بدأ بإسقاط عبد الغاني الهامل وثم مشى إلى إسقاط مناد نوبة قائد الدرك عبد الغاني الهامل قائد البوليس ومجموعة من الجنرالات ودخلوا من السجن وقصة كنا حكينا فيها كثيرا إذن أخونا محمد عبدالله عمل شاف واشتغول للصحافة الإسبانية قالت بأن هذه الزوارق تساوي ثلثمائة ألف أورو إذن على المرجح حتى لا أقول مؤكد كما قلت أنها غبرة أنها هيروين وكوكاين دخلت للبلاد مرة أخرى وين حرص السواحي؟ وين المخابرات؟ وين الدرك؟ وين الشرطة؟ وين لحنوشة؟ وين؟ يتبعوا في الأحرار ويعتقلوا في الأحرار ويطاردوا في الأحرار مثل صالح زرفة ومثل إسلام طبوش إسلام طبوش اليوم استدعوه خمس تهم خمس قضايا فيها أكثر من ثلاثين تهمة هيا الله أحرار سطيف والإخواننا الأحرار هناك وهذا الضغط وهذه التهم لن تزيدكم إلا عزيمة وإصرار سوى في سطيف أو في عنابة أو في مغنية أو في تمرست أو في تيزيوزو أو في العاصمة أو في ورقلة أو في أي مكان لن تزيد التهم والقمع إلا الأحرار إلا صمود وثبات وتجيب الشعب وتزيد الشعب وتزيد شعبية هذه الثورة وهذا الحرك في نفس الحديث في هذا الوقت في هذا الوقت هاو المقطع من جريدة إسبانية واللي تتحدث فيه على مثلا على سعر الحشيش وعلى سعر الكوكايين هنا يتكلمون على أن النوعية العليا من سعر الكوكايين الآن ليس للنوعية العليا العادي الكوكايين يدور في خمسين ألف أورو للكيلوغرام أي أن هذه الزورق اللي جاء بستة كيلو تسترجع العصابة اللي دخلت الكوكايين ربما تعد دخل ستميات كيلو أو ألف كيلو بقيمة ستة كيلو تسترجع قيمة الزورق ولذلك تركوا الزورق وغاضروا بس طرح وين راحوا دخلوا للبلاد المرجح مرة أخرى أنهم دخلوا للبلاد يعني أنهم في الجزائر سواء كانوا أجانب أو جزائريين لكن بدل ما أن تكون المخابرات والدرك وهي حماية البلاد لا هم الآن يقوموا بحماية النظام ومش النظام ككل جزء منه لأن النظام رأوا عصابات متصارعة البعض رأى في السجون والبعض رأى في الحكم أي أننا اليوم أمام أجهزة أمنية بمختلف تسمياتها دارك شرطة مخابرات وحتى الجيش لم يعود في خدمة لا البلاد كبلاد ولا الوطن كوطن ولا الدولة كدولة ولا حتى نظام الحكم إنما هو في يد جزء من نظام الحكم العصابة التي سيطرت واستطاعت أن تطيح بالآخرين ولذلك البلاد مليئة بالمخدرات سواء الحشيش سواء الكوكاين سواء الهيروين وبالمناسبة وعلى ذكر هذا أيضاً أحد المطالعين قال لي أن قال لي أن مثلاً في وهران الهيروين والكوكاين مثلاً واذكر لي الملاهي بالأسم قال لي الملاهي هي هذه أهم الملاهي الليلية التي تنشط فيها تجارة المخدرات الصلبة عن الهيروين الهيروين والكوكاين وغيرها فالغرب الجزائري وهران تحديداً مزغنة هذا ملها يسمى ملها مزغنة وهو المخرج الغربي لعين ترك الجوهرة مالك أحمد بابا بالحاج مالك مولديت وهران يعني مالك كباريات عزاكم الله وملاهي ومالك مولديت وهران كي يصبح الفوتبول والملاهي والكوكاين حاجة واحدة تصبح حاجة واحدة بالمناسبة كثير من الملكين الملكين هذه الفرق الرياضية هم جزء من العصابة وبدون موافقة الدارس وبدون أن يكونوا من كبار المجرمين وبعضهم من كبار تجار المخدرات ما يديش الفريق لأنه لازم يدفع ملايير الملايير لعدة جهات إضافة إلى أن هذا الفرق يراد بها تنويم الشعب الجزائري هذا الفوتبول اللي يوصل إلى الحظيظ في الجزائر الحظيظ قبل أيام نشوف في صورة لما كان الفريق الوطني رايح لـ 82 لكأس إسبانيا لابسين لبسة الصوني تاكس لبسة الصوني تاكس تبان حاجة فاخرة وراقية والناس واللاعبين كلهم ينشطف الداخل بالمناسبة مع أنه حتى ينشط في الخارج مرحبا به الأغلبية العظمة يومها ربما على استثناء واحدة واثنين اللي كانوا ينشطوا في خارج الجزائر لما كان الفوتبول ما زال عنده معنى في البلاد الآن استولت عليه بما فيه هذا اللي يضعه التعالفيفا أحد عملاء الإمارات أحد المفسيدين الكبار اللي مسيطر على السياربي والآن خلوه يسيطر على الكورة القدم كلها في الجزائر هذا اللي يسمى بن عمارة الفوتبول إذن مش فقط فقدت اللعبة كل معانيها بل أصبحت الفوتبول والمخضرات والزطلة والشغل والكباريات شيء واحد يراد تنويم وتحقير هذا الشعب أضاف لي أن البوريفاج يقع في منطقة بوسفر لفياي مارميت دورو أورو يقع في وهران وسيلازير لسيندا مرجاجو مرجاجو بلاس هذه كلها أسماء لكباريات ولملاهي انتع فساد في وهران عن ترك أساسا لذلك عندما يخرج الأحرار في وهران بشكل أساسي يتلقوا الضرب ويلقوا العصاع ويلقوا السب ويلقوا الشتم لأنه يراد لوهران بالضبط الغرب عموما ووهران بالضبط أن تكون مكان للفساد العالم للملاهي للزطلع للإرهاء للكوكايين لأولاد العصابات هذه هي الحقيقة ولذلك أهل وهران لن يتراجعوا على المشاركة في الحراك وعلى تحرير المدينة وهي جزء من البلاد واللي يحولوها إلى جحيم لأهلها حقيقي ما فيها لأمن لا احترام يعني المدينة يتم ضربها أكثر من كل المدن الأخرى لأن العصابات عندها فيها نشر كل فساد تتصوره ولا تتصوره وحدثني هذا الخبير في المجال هذا قال لي أنه حتى لما تصر عملية قتل داخل هذا الملاهي وكثيرا ما تقع قال للقوضات انتعوا هران وما جاورها القوضات المجرمين المشاركين مشكل القوضات بطبيعة الحال يقولوا لإصحاب الملاهي خرجوهم أرموه ليموت أرموه خارج الملها باش لما يجي الدرك ما يجيش يلاقب عندكم ويحاسب عندكم ويفتش عندكم لأن كثير من كبار القوضات في وهران وكبار رؤساء البوليس ورؤساء المخابرات ورؤساء الدرك والوالي وما شابها هم جزء من هذه الكباريات هم جزء من هذه الفساد هم الذين يساهمون ويساعدون ويغطوا يعني نحن نعرف أن المافيا زمان سواء في أمريكا أو في إيطاليا أو في روسيا أو تقوم مافيا عصابات خرج الدولة بحماية أصحاب الملاهي وأصحاب الديسكوتاك وأصحاب الكازينو ويدفعو لهم مقابل ذلك نحن أصبحت اللي ما يسمى بالدولة ممثلي الحكومة الوالي رئيس الدرك رئيس العسكر رئيس المخابرات رئيس البوليس رئيس القضاء هم اللي يحموا الفساد وهم اللي ينشروه طبعاً مقابل ذلك يتلقاوا ملاهير من أموال شعب اللي تمر عبر هذا الملاهي وعبر هذا الفساد ترجمة نانسي قنقر